السلام عليكم فيديو النهاردة حاجة كده مش هتبطلوا وتعملوها هنعمل البطاطس الكمبير او البطاطا الكمبير من اشهر الاكلات التركية اللي ليها مطاعم بس للبطاطس الكمبير منتشرة جدا حتى هنا في الامارات سهلة جدا وبسيطة ومناسبة جدا لو عندنا تجمعات ان احنا نشوي البطاطس ونحط اختيارات كتير كل واحد يضيف الاختيارات اللي يحبها هي كده في المحل بتاع الكمبير بتقفوا هو يشوي البطاطس وانتو تشوفوا عايزين تضيفوا ايه بتشورولوا على الحاجات اللي عايزين تضفوها ده اللي احنا هنعمله لو عندنا حد هتبقى كمان حاجة لطيفة جدا كفكرة تجمعات النهاردة بقى هعمل لكم بالفليفرز اللي انا بحبها وطبعا كل واحد يضيف اللي هو عايزه تعالوا نشوف الفكرة ازاي كل اللي محتاجينه ان احنا هنجيب صنية وحنجيب ورق زبدة وهو ورق فايل بس كده وطبعا البطاطس اللي هي البطل بتاعنا نقق اكبر بطاطس عندنا في البيت علشان تنفع بسهولة لن احنا نفتحها ونقطعها هحط على البطاطس شوية زيت ممكن زيت زتون الزيت اللي تحبوه بدهنها من فوق ومن تحت وبعدين هرش عليها رشة صغيرة من الملح بس انا بحب ارش رشة من الملح في ناس ما بتعملش كده بس عشان تبقى هي تملاحة كده من بره بتدي طعم حلوة قوي هلفها بقى كويس قوي في ورق الزبدة لفتها كويس قوي وبعدين هجيب ورق الفايل ولفها ما تلفوش على الفايل على طول لانه مش صحي ان احنا نحطه على الاكل انا كده عملت طبقتين طبقة من ورق الزبدة وطبقة من ورق الفايل عشان احبسها خالص وما دخلهاش اي هوا كده هتبقى سهلة انها تتشوي ادي اول واحدة انا عملت اربع بطاطسيات هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة 220 لمدة ساعة ونختبرها بالشوكة ونشوف انا دي الحاجات اللي انا هحطها على البطاطس طبعا تقدروا تحطوا الحاجات اللي تحبوها اساسي طبعا الزبدة انا استخدمت الزبدة القابلة للدهن عشان تبقى سهلة معايا مش موجودة عندكو ممكن تستخدموا زبدة بس تطلعوها بدرجة حرارة الغرفة عايزين تخففوا خالص وما تستخدمو زبدة ممكن تستخدموا الجبنة القابلة للدهن اللي هي الجبنة الكوب بيات برضو بتدي طعم حلو قوي بس اساسها الزبدة استخدمت بقى في اول بطاطسايا زتون اغدر سويت كورن جبنة تشادر اللي هي الصفرة وفلفل الوان وحط كمان هالوبينو تعالوا نشوف هنعمل ايه دلوقتي البطاطس طلعت من الفن بعد ساعة وعشر دقايق بالزبط لقيت ان كده حلو جدا عليها هطلعها بقى وهي سخنة ولازم وهي سخنة وهي بتتقدم كده بتتقدم وهي سخنة مولا عشان كمان الجبن والزبدة يسيحوا وطعمها وهي سخنة غير خالص هفتحها بقى من النص كده ومش هنزل بالسكينة لتحت شايفين انا سايبة مسافة تحت ازاي يعني يا دوبك بقسم بس ما بنزلش بالسكينة لتحت وهفتحها اهو بص بقى الدخين قدي ايه سخنة مولعة وعايز اقولكوا ان انا زي ما انتم عارفين بحب التجارب فقسمت واحدة لاتنين وقدمت كل نص الواحد وكده زبطته وقدمته كان برضو لطيف فانتم عملوا اللي تحبوه انا بوريكم الطريقة الاصلية هننزل بقى بمعلقة من الزبدة حلوة كده عليها ونبتدي ناخد البطاطس بالمعلقة من الجناب كده قربتوا الصورة اكتر عشان يبانى عندكم انا بعمل ايه بالزبط باخد بالمعلقة وادوب معا الزبدة البطاطس بتطلع معايا بمنتهى السهولة عشان هي سخنة يعني مش هنعرف ان احنا نعمل الحركة دي او الخطوة دي والبطاطس بردة بصوا بسهولة جدا اتهرست معايا وهي سخنة ودي كهينة الخطوة الاساسية في كل البطاطس اللي هنعمله بعد كده بقى نضيف كل اللي احنا عايزينه حطيت رشة ملح ورشة من الفلفل الاسود الفرش وبعد كده بقى تعالوا نضيف ادفاتنا هنزل بالجبنة الشادر اللي هي الصفرة او الورنج وحقلبها والبطاطس سخنة هتسيح معايا بمنتهى السهولة وحنزل بقى ببقية الاضافات حطيت الزيتون حطيت السويت كورن حطيت الفلفل الالوان والهالوبينو حطوا اللي يعجبكو تماما وحنزل عليهم بشوية من الكاتشب والمسترده وعندي سوس ساوزند ايلند حطيتو حطوا الحاجات اللي تحبوها هي دي فكرة الكمبير ان كل واحد يحط الحاجات اللي هو عايزة هالبطاطس المشوية بصوا شكلها تفتح النفس حواريكو واحدة تانية عملتها هي البطاطس سخنة طلع من الفرن هفتحها ومش همزل بالسكينة لتحت هبتدي اشيل اهو الاطراف بتاعتها كده بالمعلقة وحط معلقة الزبدة اللي هتساعدني اكتر ان انا اقلف البطاطس الزبدة ملح وفلفل وزبدة هتسيح بسرعة عشان البطاطس مولعة بصوا الشكل يجنن تتاكل السادة اصلا من غير حاجة بصوا البطاطس الشكلها عامل ازاي فعلا فعلا تتاكل كده هنا بقى انزلت بالجبنة تشادر سطفرة وكمان هنزل بموزاريلا زي ما قلتلكو بيبقى قدامكو كل انواع الجبن وكل انواع الحاجات الممكن تحطوها وانتو بتختارو فكل واحد يختار الحاجة اللي يحطها هي دي فكرة الكمبير انا حطيت كده نوعين جبنة وحنزل بالسويت كورن وحنزل كمان ببيكن عندي بيكن اللي هو البيف العادي بيكن محمراء طبعا وحطيته وحنزل عليه بزاتون وهلابينو وفلفل عايز اقولكم ان فيه منهم بيبقى طبقات عالية جدا حطيت كاتشب حطوا كل اللي تحبوه براحتكو خالص بس هي دي فكرة الكمبير ورب يكون الفيديو عجبكو وعملوها وقولولي رأيكم متنسوش تفعلوا الجرس عشان يصلكم اني كل حياة جديدة باي باي